وعلى هامش مؤتمر الحج كشف القنصل العام السعودي بالجزائر حمد الرشيد لقناة أنهار أن القنصلية بسدد دراسة جراءات جديدة تخص تنظيم منح تأشيرات المجاملة المسؤولين وقد يتولى ديوان الوطني للحج والعمر مسؤولية تنظيمها المجاملة لا ما عد فيه مجاملة حتى فيه أشخاص تجاملهم السفارة في الحكومة الجزائرية بطريقة سيكون لها آلية احتمالا يتولى ديوان العام الحج والعمره إجراء جديد نعم حتى لا يتخلف أحد ولا يخرج أحد من غير مشورة ديوان ووزارة الشؤون الدينية